اشتركوا في القناة بسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي أهمية الدور القيم الذي تقوم به المكتبة في نشر وتعميق المعرفة والعلم وكذلك التشجيع على القراءة والبحث والعمل الثقافي بما يدعم الحوار بين الحضارات ويعمق الفهم المشترك والتعايش بين الشعوب مشيرا إلى أن إدراك أهمية وثراء التنوع البشري وتكريس مبادئ المواطنة هما الأساس لحماية النسيج المجتمعي مؤكدا ضرورة أن تكمل المكتبة الرسالة التي تؤديها مصر في بناء الجسور بين الثقافات وفي إرساء السلام والتنمية كما شدد الرئيس على حرص الدولة على أن تقدم المكتبة أفكارا وأنشطة مبتكرة وأن تعمل على تعميق الاهتمامات العلمية والثقافية بين الشباب والمساهمة بشكل عملي في تأهيلهم لتحمل مسؤوليات المستقبل فضلا عن صناعة المعرفة وتعميق العلاقة بين البحث العلمي والتطوير التقني مع التركيز على ترسيخ الهوية المصرية كما شهد اللقاء نقاشا مفتوحا حول الأوضاع الدولية والإقليمية وأشاد مجلس الأمناء بالدور المحوري الذي تقوم به مصر لاستعادة الاستقرار بالمنطقة ولإنهاء الحرب في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية لسكان القطاع من جانبه أكد الرئيس حرص مصر على وقف نزيف الدم بالقطاع والإسهام الإيجابي المتواصل في دفع جهود تسوية الأزمات بالمنطقة مشددا على أن ترسيخ ثقافة السلام يعد عنصرا أساسيا لمستقبل أكثر استقرارا وأمنا للإقليم والعالم التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل المهمة والجهود المبذولة من قبل الهيئة خلال الفترة الماضية وأشر رئيس الوزراء إلى الاهتمام بمتابعة عمل الهيئة بصورة دورية بهدف حل أي مشكلة وتذيل العقبات بما يسهم في نجاح أداء دورها في توفير الاحتياجات المختلفة للقطاع الطبي بأسعار مميزة عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لقاءا بأعضاء المجلس التصديري للصناعات الغذائية وغرف الصناعات الغذائية وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الاجتماعات الدورية التي يتم عقدها مع مسؤولي المجالس التصديرية المختلفة كل على حدة بهدف التعرف على رؤاهم ومقترحاتهم للعمل على زيادة الصادرات المصرية خاصة في ظل ما اتخذته الدولة أخيرا من إجراءات ساهمت بشكل واضح في تحسين الوضع الاقتصادي بشكل ملحوظ واستقرار سوق النقد الأجنبي وسرعة الإفراج عن البضائع ومستلزمات الإنتاج وأشر رئيس الوزراء إلى أن الصناعات الغذائية من القطاعات المهمة جدا التي لديها فرص للنمو مؤكدا أن الحكومة مستعدة لتقديم أي دعم ممكن لهذا القطاع من أجل تحقيق مستهدفات الدولة المصرية ذات الصلة بتعظيم الصادرات عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والسفير الإيطالي بالقاهرة اجتماعا ثنائيا لمناقشة محاور التعاون المشترك ومتابعة محفظة التعاون الإنمائي الجارية شهد اللقاء استعراض محاور التعاون المشترك في إطار الاتفاقيات الثنائية وكذلك برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية بين مصر وإيطاليا فضلا عن الجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص في ضوء التطورات الأخيرة على مستوى الشراكة المصرية الأوروبية كما ناقش الجانبان تفعيل خطة ماتي الإيطالية للتوسع في قارة إفريقيا ودعم جهود التنمية في القارة وأكدت وزيرة التعاون الدولي أن العلاقات المصرية الإيطالية تشهد تطورا مستمرا تزامنا مع مرور عشرين عاما على اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية وتوقيع الإعلان المشترك لترفيع مستوى العلاقات أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة استمرار ارتفاع الصادرات السلعية المصرية للشهر الرابع على التوالي مشيرا إلى أن الصادرات السلعية المصرية بلغت خلال الأربع أشهر الأولى من عام الفين أربع وعشرين نحو 12 مليار وتسعمائة واثنى عشر مليون دولار مقابل 11 مليار وسبعمائة واثنين وثمانين مليون دولار خلال نفس الفترة من عام الفين ثلاثة وعشرين بنسبة ارتفاع بلغت عشر في المئة وجاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات الصادرات السلعية المصرية خلال الأربع أشهر الأولى من العام الجاري وقال الوزير إن الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة زيادة صادرات كافة القطاعات الانتاجية لمختلف الأسواق الخارجية من خلال تضافر جهود الوزارة وجهاتها التابعة مع مجتمع الأعمال والمصدرين المصريين بما يسهم في زيادة جودة وتنافسية المنتجات المصرية بالسوقين المحلية والعالمية ومن ثم تحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى الوصول بالصادرات السلعية المصرية لنحو 100 مليار دولار سنويا يلتقي فريق سيراميكا كيلو باترا في السابعة مساء مع منافسه البنك الأهلي وفيما يواجه نادي الجون نظيره طلائع الجيش في التوقيت ذاته في إطار منافسات الأسبوع الرابع والعشرين للدور الممتاز